أذكر عن تجربتي الشخصية حينما أردت أن أتزوج وكأنني سأدخل إلى مباراة أو إلى أطروح الدكتوراه ذهبت إلى المكتبة الإسلامية واقتنيت جميع الكتب المتعلقة كيف تكون زوجا سعيدا كيف تتجاوز الخلافات العائلية واقتنيت كتب كثيرة جدا وحافظتها حفظا ولخصت وتلخيصا وأصبحت مستعدا لدخول هذه المعركة المعركة العسلية لهذا القفص الذهبي أذكر في الزفاف كان سعيدا وكانت المرأة التي قامت بالزفاف واحد طباخة أذكر اسمها ممي حادة لما انتهى الزفاف وصفق الناس وهللوا وصلوا على النبي وأنا غادي خارج قاتل يا ممي حادة أجاودي نوصيك ممي حادة امرأة موسينة صحراوية عند سبعين عام تقريبا قاتل يا ندوس خمسين سنة طباخة في العراسات وكان عرف الأشياء أجي نوصيك ممي حادة شاتوصيني عشا تقول لي مرأة موسينة مقارياش ونشتريت كل الكتب التي وضعها الفقهاء والعلماء والمختصون في ميدال الأسرة وأحفظوا عن ظهر قلب عشا تفيدني قاتل يا أجي نوصيك أولدي قاتل لا وصي الحاجة قاتل نوصيك أولدي عليك بصبر ثم بصبر ثم بصبر فعلا الزوج ملكي تزوج والزوجة المرأة كيقول لها اجعل في فامك سكرة وفي أذنك جوهرة الكلام الحلو وتسمع لي لهم زيان والرجول يقول لي عليك بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر فحقا لم أهتم ولم أعير أي اهتمام لنصيحة أم حادة ودرت له خطرك لا شكرا ولكن فيما بعد اكتشفت بأن كل المضامين التي قرأت عن كتب لم تفيدني نفعتني نصيحة أم حادة لأنه بعد مرت شهرين تقريبا في فرحة وسرور وسفريات ولقاءات عائلية وبهجة وأنشيد وابتهال بعد شهرين تغيرت المرأة والتي فعلا شيء غريب ما الذي يحدث مع من أتشاور تشاورت مع الصديق لي قال لي أين هي الرجولة لو كلمتني هذا الكلام لا ذهبت مع عند القاضي أنا قلت لا سأتبع نصيحة أم حادة أين أذهب وقد جاء رمضان إذا ذهبت عند والدتي قلت لي الله شهرين أول رمضان غير يفتر عندي إذا ذهب ماذا أفعل يا إلهي أنقذني نصيحة أم حادة كنت أجول في الأرض وأبحث عن مكان أستقر فيه النوم مناع شمزيا بل يوحد المسجد منعازل لتدازمع نصلي فيه نستغل الفرصة أنام أولد فقط غير أنام آه يا أيام العزوبة وأيام الحرية فصليت العصر وكان رمضان وأفكر أين سأفتر فصليت العصر ثم ذهبت إلى ركن بعد الصلاة ونمت نوما عميقا فإذا بالفقيك يقول يا سبحان الله سبحان الله سيدي رجم أغنسده فإذا بالفقيك لقى صديق دي يا مرحبا لقد جاء القادر بك عندي والله لن تذهب اليوم حتى تفتر عندي الله هوا إفطار جاء فابور الله الحمد لله وقال ستناموا عندي عندي غرفة دي الإمام تنسفي الله سأنام وفعلا نصيحة ميحدة دون توتر هوا جاء الله فرج المولى جاء الله الإفطار جاء الله المبيت فقال لي صديقي هل لا أقمت درسا بين العشاءين فعلا أقمت الدرس بعض الناس استحسنوه قال لي وش غدا ستأتي قلت لهم ما عرفتم يقول لي اغدغت جين شاء الله الله ضمنت مبيت آخر وإفطار آخر بعد مدة قليلة امتلأ المسجد وعن آخره ثم واحد صديق جاء والفقه كان رجل على قد الحال وإفطاره زاهد وأنا كنت أكل ولكن سبحان الله بعد يومين جاء واحد سيد قالنا لنجد الإفطار جماعي هنا في المسجد ودر إفطار كبير تقربنا 21 طاولة ولكن طاولة دي الإمام ودير من معه كانت فاخرة يا سلام واستمر ذلك الأمر جاء صديق آخر قال لي عنده تحق الدم في المسجد وممكن تقولها جاء تحق الدم جاء صديق آخر قال لي عنده المكتبة إسلامية للبيع جاء وامتلأ المسجد وتبارك الله مزدهر ذلك المسجد وفي خضم هذه الفرحة جاء عندي القائد المقاطعة قال لي عندك رخصة كتقوم بهذه الأعمال قلت لي لا رخصة قلت لي لا سيرة عند المسجلس العلمي فذهبت عند رئيس المسجلس العلمي أطلب منه الرخصة فقال لي جاء الله بك أحتاج إلى عضو في المسجلس العلمي في الحي الحسيني بالدار البيضاء فصرت عضو في المسجلس العلمي في الحي الحسيني ويا سلام رحمة وراء رحمة بسبب بسبب صبر للأم حادة وبقيت على ذلك حتى اكتمل الشهر اكتمل الشهر سبحانك يا جليل ورجعت إلى زوجتي اتصلت بي قتلي تعالى استسمحك قتلي هل تدري لماذا كنت متوترة وعصبية وكذا قتل سامحك الله قتلي اني حامل اني حامل والوحم عندنا في العائلة يأتي بالعصبية على الزوج لماذا لأن المولود يأتي شبيها بالزوج فكانت فرصة طيبة مباركة وطلتني السماح وسجلتها لي أنني أنني لم أكن غضوبا ولم أشتكي وقالت الحمد لله عن زوجتي لأنه متسامح وفعلا بعد أسبوع آخر جاءت ورقة الحج يا سلام خيرات فخيرات فعلمت قول الله تعالى لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لذا نقول لكل المتزوجين والمتزوجات لست في حاجة إلى دراسة معمقة لعلم النفس ولا لعلم الاجتماع ولا لقانون الأسرة ولا لأي شيء ما عليكم إلا بنصيحة بحدة مفيدة للغاية عليكم بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر وستكونون أحسن الفائزين نسأل الله تعالى أن يعمى علينا الفرحة والسرور والمهجة والحبور وأن يستعدنا وإياكم مع الأزواج والأولاد والبنات اللهم أمين يا ربي يا كريم شيخ طيب المبيت عندي غدا إن شاء الله بعد ذلك الحلقة أتبتت منذ ذلك اليوم صرت أسعد زوجين أتجول كيفما أشاء وأن تقل كيفما أشاء وزوجتي تقول لن أنسى لك لحظة الحارجة لأن ذلك اللحظة الأولى عليك تعول إنما الغضب عند الصدمة الأولى إذا نجحت في أول أمر كتكون عندك إن شاء الله شهادة دعه يعمل دعه يسير بارك الله فيكم أجمعين حياكم والله إنما الصبر عند الصدمة الأولى إن شاء الله عرق الله عرق الله يزيكم بي